موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 خلاص عرفنا هنلاعمين في دور الستاشر منذ لحظات انتهت مباريات المجموعة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في كاس الأهم الأفريقية والكونغو الديمقراطية مركز ثاني في المجموعة السادسة تواجه المنتخب المصري في دور الستاشر من كاس الأهم الأفريقية ومن الأحد القادم في العاشرة مساء تاريخيا احنا كعبنا عائلي على الكونغو الديمقراطية تاريخيا احنا أفضل وأقوى واسم أكبر وكل الشيء بس اللي فرج على الكونغو الديمقراطية تحديدا في أول مباراتين عشان النهاردة كان مباراة سلبية جدا قدام منتخب تنزانيا بس قدام زنبيا قدام المغرب عملت مباراتين في منطقة القوة والروعة فعندهم سرعات كبيرة قدام عندهم إمكانيات كبيرة جدا هجميا ودفاعيا منظمين جدا وبالتالي هي مش مباراة سهلة آه نظريا والبطولة دي طبعا علمتكم وعلمتني وعلمتنا كلنا إنه ما فيش حاجة نظريا دي خالص هو القصة كلها عمليا في الملعب بيبقى الشكل عامل إزاي بس نقول نظريا نظريا الكنوة الديموقراطية مش من المنتخبات الكبرى في القرى الأفريقية يعني أنت ما وقعتش في المغرب ما وقعتش في كوديفوار ما وقعتش في السنغال ما وقعتش في عارفوا أنا عملا أفكر كده المنتخبات الكبيرة كلها وقعت أصلا يعني يعني مغرب الجزارة خرجت تونس خرجت كوديفوار غالبا هشوف دلوقتي مع حضراتكم بس لا كده خلاص كوديفوار آه لا بحسابات التالت كوديفوار مكملة لا كودفوار مكملة وقعت لعب السنة سبحان الله شوف الكرة يا اخي لعبة كودفوار وجماهير كودفوار كله بيبكي بعد اخر المباراة الرباعية امام غينيا الاستوائية رباعية صادمة وانت خلاص بقى حتى المدرم ميشي يعني حتى الجهاز الفني ميشي تمام كل حاجة خلاص يعني روحوا حرفيا روحوا بيوتهم فتحوا الباب قعدوا معيالهم هبت على تاني لا استنى خدت على بس بتلسة مكمل معانا بس هو برضو حظهم وقعهم في مين في دور الستاشر وقعهم في السنغال يعني ربنا ادهم الامل في نفس الوقت في صعوبة في هذا الامر صعوبة كبيرة نجد لعب السنغال حمل لقاء البطولة اقوى منتخبات البطولة حتى هذه اللحظة اكتر منتخب ظهر بشكل جيد جدا طيب هتقول لي ايه اللي هيحصل في البطولة دي هقولك اللي حصل مع كودفوار هيخليني اقولك ان كودفوار هتكسب السنغال لما الكرة تبقى عايزاك بتكمل للاخر زي ما بيحصل معانا كده تحس ان هي عايزانا فان شاء الله نكمل للاخر برضو بإذن الله يعني كودفوار صاحبة الارض وجمهور مستمرة في البطولة طيب هروح لكم بعد لحظات هقول لكم بقى المجموعات موقفة ايه في النهاية هقول لكم مين هيلعم مين وكل ده هنعرفه مع بعض دلوقتي بس الخبر الاهم اللي حصل منذ لحظات اللي جاننا منذ لحظات الخبر الوحش تفهمش احنا عندنا مشكلة مع كاس النوم الأفريقية كل شوية تاخد فيها ضربة ضربة على مستوى اللاعبين تدريبات عادية جدا امام عشور في التدريبات بيتعرض لإصابة في الرأس ويلوح المستشفى ويبقى عنده ارتجاج في المخ ويتحط تحت الملاحظة 24 ساعة على الآل ربنا يشفيه ربنا يعافيه ربنا يبعد عنه الشر هو كل زميله بإذن الله ان شاء الله يعني طيب حصل ده ازاي معلومة يعني حصل ده ازاي ليه اتخبط في الماغ وليه جاله ارتجاج في المخ امام عشور حصل له الإصابة دي دون اي تداخل من احد زملائه فيش حد مثلا دخل في رأسه وفي كرة مشتركة مثلا كان بيعمل كرة فواحد رفع لجله زيادة فيش كلام ده خالص امام عشور جاله ارتجاج في المخ او الخبطة اللي في الدماغ دي وهو بيعمل خلفية مزدوجة ده بالكيك عمل خلفية مزدوجة نزل غلط على دماغه فحصل اللي حصل ربنا يا رب يشفيه انا بص انا بقيت بقيت شائم من بطولات افريقيا دي تحديدة كمية الإصابات اللي اللي بتجينا فيها بمناسبات ومن غير مناسبات مش طبيعية انت بتخلص البطولة وانت عندك اربعة خمسة ستة واعين فربنا يحمي اللعيبة ويحمي امام عشور اللي جينا مبدئيا من المنتخب ان حالته الحمد لله الحمد لله مستقرة وفرص لحاكم المباراة القادمة امام الكونغو هي فرص ما زالت قائمة وكبيرة بس بعيد عن فرصه في المشاركة في المباراة دي حطها على جنب اهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي ان احنا نطمن عليه وتبقى حالته جيدة باذن الله واي حاجة تانية بعد كده سهلة ان شاء الله يبقى بخير يا بقى معشور ان شاء الله طيب مباراة بالمناسبة بعد ما خلصت الحلقة لقيت ناسكات بها انا كنت أقيل لكم في الحلقة انه محمد صلاح راح المطار وسافر انجلترا وكلم مع زميله وراح المطار وحكيت لكم القصة دي كلها بعد ما خلصت الحلقة لقيت ناسكات بها يقول لك ايه محمد صلاح بيفكر انه يتراجع عن السفر في انجلترا فكرة اللي هو ايه حرفيا يسمي في العسل اللي هو تبقى الدنيا هدية خلاص وبقيت الدنيا لطيفة وتلاقي واحد ايه راح رمعك واحدة كده ايه تهيجي الناس تاني وتنرفزه متعصوا بدون داعي يعني مهم بيعني محمد صلاح وصل خلاص لانجلترا وراح كمان المركز العلاجي اللي في انجلترا النهاردة وبدوا يعملوا عليه الفحوصات اللازمة عشان باذن الله يرجع في اسرع وقت ممكن ليه منتخم مصر في كأس الامم الافريقية طيب حد تاني قالك بوردو الناس اللي بتروح رمي السم في العسل ده اللي هو ايه هولعي الدنيا قالك ايه قالك محمد صلاح عنده مطش في الدولة الانجليزية مش عارف يوم ايه وفي وقت مباراة مباراة مع ارسا ومباراة مع تشيلسي في وقت كأس الامم الافريقية فهو القصة دي اتعملت كلها عشان صلاح يسافر انجلترا فهيتعالج فيقول لك اصنو مش هينفع يسافر لمنتخم مصر تاني خلاص يلعب معانا مطش ارسا وشيلسي كلام ده كلام فارغ فارغ اولا ان محمد صلاح مش يعمل الحركة دي ثانيا ان منتخم مصر مش هيقبل بداية ثالثا ان ليفربول اللي واقح تمنعه من هذا الامر يعني اللي واقح تمنعه من هذا الامر يعني ممنوع ان محمد صلاح يلعب مع ليفربول خلال كأس الامم الافريقية طبقا لهذه اللقيحة اللي بتقول ايه اقرأ معايا اللقيحة لا يحق دي اللقيحة دي من على الموقع الرسمي لاتحاد الدولة القرطة القدم لا يحق للنادي استدعاء لعبه المستدعاء من منتخب بلاده والمشاركة في المباراة طوال فترة البطولة الا بموافقة الاتحاد المنوط لا او الاتحاد المصري مثلا على مدار فترة البطولة وخمسة ايام اضافية وحال عدم التزام النادي بذلك يتم توقيع عقوبات من جانب لجنة الاندباط والتقديم بالاتحاد الدولي الكرطة القدم يعني ايه يعني لو ليفربول ما سألك ايه يا عم لا اتحاد الكرطة مش مشكلة من ناجده وبيه اتحاد الكرطة المصري دوت احنا اقوى واحنا 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 فهنلاعب بقى محمد صلاح في الماتشين اللي جايين في الدولة الانجليزية هيتعاقب ده شوف انا بقولك ايه ده احنا هنا تخطينا كل الحاجات المنطقية اللي هي ايه ان محمد صلاح يروح يشارك معاهم ويسيب منتخب مصر وده مستحيل ان اتحاد الكرة ضعيف اوي للدرجات دي ان هو هيسيب ليفربول يلاعب اللاعب ان ليفربول نفسه ما عندوش الاخلاقيات دي انه لاعب مرتبط بمنتخب بلد خلال بطولة يخلي يلاعب ما امتش كل ده تخطناه طيب لو حصل فرضا حصل يعني بنسبة اقل من سفر في اللي ما فيش اصلا نسبة لو ده حصل يعني في الخيال يعني هيتعاقب ليفربول ممنوع رسميا يعني ماينفعش فاللي بيعمل كده ناس لو ايه يصحى منهم يقولك ايه ما تيجي نعمل خبر كده ولا نكتب حاجة على الفيسبوك ولا نكتب حاجة كده صلاح بعنا عشان يروح يلعب مع ليفربول قدام أرسنر و تشيلسي يا راجل طيب يتعلم طيب يعرف المعلومة على قل يعني قال لك صلاح ناوي يكمل مع منتخة مصر مش يسافر انجلترا عشان تلاقي بعدك حد يقولك ايه يا عمي دوتونا امل يا عمي فيو في الاخر بعنا برضو يسخن الدنيا الحكاية دي بقى يتبايخة خلاص فمش عايزة تطول فيها كفاية لحد هنا يعني لما اتقيل يعني طيب اتحاد الكرة بالمناسبة اتكلم مع الكاف خاطب الكاف يعني رسميا عشان منتخب مصر يكمل في أبيتجان يوم كمان هو المفروض كان منتخب مصر يتحرك من أبيتجان يوم الخميس تمام فاتحاد الكرة خاطب الكاف عشان يتحركوا يوم الجمعة من أبيتجان لمدينة سان بيدرو اللي هيلعب فيها منتخبنا الوطني مباراة دور الستاشر أمام منتخب الكونغو ليه عملوا كده الاتحاد المصر لكرة القدم وليه منتخب مصر خاطب الكاف عشان هم عرفوا ان سان بيدرو الرطوبة فيها أعلى كمان من اللي موجودة في أبيتجان موجودة في الرطوبة أكتر من اللي موجودة في أبيتجان كويس ماشي نروح نتضرب طيب بالمناسبة أحد أفضل لعبي منتخبنا الوطني في هذه البطولة هو مصطفى محمد مصطفى محمد الآن هو أحد أفضل مهاجم الدوري الفرنسي مصطفى محمد الآن أحد أفضل المهاجمين في الكرة الأفريقية تطور مش طبيعي في مصطفى محمد على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى العقلية واحمل نجوم فريق نانت الفرنسي في هذه الفترة معنا دلوقتي مدخلة عبر زوم في منتهى الأهمية مع فلاديمير كايتا مالك نادي نانت الفرنسي للحديث عن مصطفى محمد وتولقه في الفترة الأخيرة يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير سيدي بتأكيد أنت وإحنا هنا كمصريين فخورين جدا بالأداء اللي بيقدمه مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وتسجيله سلاسة أهداف حتى الآن واحد من هدفين البطول حتى هذه اللحظة رأيك إيه فيما يقدمه مصطفى محمد لعب نانت في كأس الأمم حتى هذه اللحظة حسنا على حقيقة الأمر أنا سعيد جدا وأيضا فخور جدا لهذا اللاعب وللفريق الوطني المصري وسعيد بهذه المشاركة وأتمنى وسعيد أنكم تأهلتم إلى الدورة التالية وأن مصطفى كان لها دور حاسم في هذا التأخد تطور كبير نتحدث هنا في مصر عن مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع المنتخب ولنادي نانت دور عظيم جدا في هذا الأمر كيف تطور أداء مصطفى محمد في هذه الفترة الماضية مع نادي نانت منذ انضمامه للفريق من المسلمين حقيقة الأمر أن مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعبات في التأقلم ولكنه تغلب على ذلك في فترة وجيزة أنه لعب لديه الإرادة في التغلب على الصعبات وهو فضلا عن ذلك فنين هو لعب خطر جدا جدا في منطقة الثمنتاشر وهو يسعى دائما إلى الفوز وهذا جزء من طبيعة شخصيته وهذا هو مسعاده في المقام الأول على التطور تعثر نادي نانت على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة تراجعت النتائج وخسارة أخيرة في كأس فرنسا هل لغياب مصطفى محمد وأيضا اللاعب الناجيري موسيز المشاركين في كأس الأول الأفريقية تأثير على مستوى الفريق في الفترة الأخيرة؟ حقيقة الأمر أن اللاعبين مهمين جدا للفريق لقد أعطيناكم مصطفى محمد إلى اللاعب الدولي لكن نحن متأثرون جدا بالفعل بغيابه هذا أمر طبيعي طالق مصطفى محمد هل تبعاه عروض لنادي نانت حول اللاعب أم لاعب مستمر مع الفريق لنهاية عقده؟ حقيقة الأمر هناك الكثير من الأشياء ولكن ليس لدينا الرغبة اليوم في التحدث عن ذلك الأمر كل رغبتنا تتمحور في أن يتبقى معنا وأن يستمر في التطور في كرة القدم على كل المستويات حتى لو جاءني اتصالات من أيا كان لن أرد على هذه الاتصالات لأن الرغبة لديها في الاحتفاظ بمصطفى محمد هايل يعني ده بطبيعة حديث حضرتك أنه لكل الأخبار اللي كيلت في الفترة الأخيرة حول عروض إنجليزية وفرنسية حول مصطفى محمد أنت تغلق الباب أمام كل هذه العروض أنا فهمت صح؟ نعم في هذه اللحظة ليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه لقد تلقناه لمنتخب الوطني المصري وهذا حق لمصر ونحن فخورون بما يقدمه ولكن الرغبة الأولى والأخيرة في أن نحتفظ بمصطفى محمد بعض التقارير العالمية وأيضا الصحفية المصرية تحدثت عن رغباتكم في ضم لعبين مصريين آخرين هل في الفترات الماضية كنتوا تنون ضم أحد اللعبين المصريين الآخرين غير مصطفى محمد اليوم لديكم أمة تحب كرة الرياضة وكرة القدم لديكم شعب كرويا جدا ولديكم لعبون بمستوى عالي ونحن لدينا الرغبة بالتأكيد وحتى أنا على المستوى الشخصي لدينا الرغبة في التعاقد مع عدد آخر من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب بشكل عام مصر والحضارة والثقافة المصرية إلى جانب كرة القدم أعلم أن علاقتك جيدة مع لعبي فريقك الفترة الماضية كان فيه كثير من التراجع على مستوى الفريق هل تتوقع تحسن لمستوى نتاج نانت في الفترة القادمة مع مدرب يعتبر مدرب جديد انضم للفريق من ثلاثة أشهر تقريبا يعني أتمنى ذلك ولكن أنت تعرف كرة القدم الكرة مستديرة ولا أحد يمكن أن يتنبأ بشيء ولدينا نحن لعبون جيدون جدا وانضم إلينا لعبان آخران جديدان نتمنى أن تؤدي هذه التوليفة إلى تحسن النتائج ونتمنى أن يعود مصطفى في الوقت المناسب لكي يسجل لنا المزيد من الأهداف وتتحسن النتائج مصطفى محمد واحد من اللعبين المهمين على مستوى كرة القدم المصرية هناك أولمبيات قادمة ومصطفى محمد أحد المنشحين للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في الأولمبيات القادمة هل ترحبون بهذا الأمر أم ترفضون؟ كما تعلم أن لاعب مثل مصطفى محمد هو لاعب هام جدا أن نراه في فريقه الوطني ومهم جدا بالنسبة لي أن يدافع عن ألوان منتخبه الوطني إذن سنكون سعداء إذا ما جاءته الدعوة للانضمام إلى الفريق الأولمبي المصري لا سيما وأن هذا الحدث الكبير سوف يجري هنا في فرنسا وهو حدث هام بنسبة لنا ولمصر أيضا أتمنى إذن مشاركته مع الفريق الوطني المصري في الأولمبيات عايز بشكل عام بعيد عن مصطفى محمد أسألك على المنافسات في الدوري الفرنسي كثير من الدوريات الأوروبية تتقدم بشكل رائع جدا تحديد الدوريات الخمس الكبرى أما فيما يخص الدوري الفرنسي فما زالت المنافسة في أحادية فقط باريس سان جرمان ينافس نفسه على مستوى الألقاف في السنوات الأخيرة هل في فرصة أو هل هناك أسباب لعدم منافسة الأندية الأخرى باريس سان جرمان على اللقب كما تعلم أن باريس سان جرمان هو فريق كبير تم بناء هذا المشروع منذ ما يقرب من 15 عاما وهو مملوك لدولة قطر ونحن سعداء بوجوده في المصابقة المحلية وهو يدخل كثير من الأموال ولديه بنية تحتية جيدة ويحسن هذه البنية ويستطيع أن يتعقد مع لعبين جيدين ولا تنسى أن فرنسا ضمن خمسة دول في أوروبا من أبطال أوروبا وأيضا من أبطال العالم ومصطفى محمد معنا هنا في نانت ونحن سعداء بوجوده هنا ولكن مع باريس سان جرمان هناك مارسيليا وهناك ليون ونيس أنت قلت أنه لا يوجد باريس سان جرمان ولكن في كل بطولة في العالم هناك فريقان أو ثلاثة نية نفسان كما في أسبانيا هناك ريال مدريد وهناك برشلونا وأتليتكو مدريد واليوم في إنجلترا هناك الأرسنال وهناك منشستر وليفربول وفرق أخرى لكن في فرنسا هناك فرق أخرى تنفس وفي إيطاليا نفس الأمر حتى لو كان يبدو أن باريس سان جرمان فقط في الصورة ولكن هناك فرق أخرى تنفس هل في خطتك المستقبلية أن ينافس نادي نانت على لقب الدولة الفرنسية ولو في المستقبل البعيد إذا كان هناك إذا كان الاستثمار لباريس سان جرمان من قطر سيستمر بالإنفاق بهذا الشكل لا سيكون الأمر صعبا ولكن بالنسبة إذا ما استمر الأمر على هذا النحو سوف نحاول أن نكون ضمن الأربعة أو الخمسة الكبار ولكن لما لا نفكر في الفوز بكأس فرنسا ورد الإشارة هنا إلى أننا وصلنا إلى نهاية كأس فرنسا مرتين وفوزنا بمرة من المرتين ونسعى إلى المشاركة في البطولة الأوروبية وسيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا وهناك لدينا أكاديمية تشارك في بطولة أوروبا على مستوى الفئة العمرية تحت 19 عاما أعتقد أن هذه خطوة همة تهيئنا للنجاح المستقبلي دون المرور بالمسائل السياسية ودون المرور بالحاجة إلى ضخ استثمارات كبرى نحن نستثمر في لعبين في المرحلة العمرية ما بين 15 و 18 طيب بمناسبة بي أس جي لو بي أس جي وانت تتحدث عن ضخ أموال طائلة في هذا النادي تحديدا على مستوى الصفقات واللعبين لو في الفترة القادمة طلبوا منك مصطفى محمد برقم كبير هل توافق على بيع مصطفى محمد للفريق أم لا مكاليلي وكثير من اللعبين الفرنسيين منهم لعبون أبطال العالم هؤلاء اللعبين خرجوا من نانت ونانت هو نادي شعبي كبير في فرنسا لو قاعد شعبيات كبيرة لا تنسى ذلك أنا سألت سؤاله وأنت تتحدث سأكرره عليك مرة أخرى هل لو عرض باريس سان جرمان وهو يدخ الكثير من أموال زي ما أنت تحدثت عرض ضخم وكبير وخيالي لضم مصطفى محمد في المستقبل القريب هل توافق ولو وفقت ما هو السعر الذي حددته لي بيع مصطفى محمد اللعب الذي ترفض في الأصل لاستغناء عنه في هذه الفترة إلا لو برقم ضخم اليوم كما قلت هذا الأمر خارج النقاش نحن لدينا مشروع للمنفسة على المستوى الذي حددته ولدينا اللعبين الذين يريدون يفعلون ذلك الإجابة لا يمكن أن تكون على النحو الذي تريده الآن لأنه لا يدعين مشروع نريد أن نستمر فيه ولكن إذا كانت الفرصة للعب أن يتطور في نادي أعلى من نانت سوف نساعده كي يكون ذلك أمرا جيدا لمسيرته المهنية المستقبلية أكيد شاهدت الكثير من اللعبين الكبار على مر التاريخ أي لعب تشبه به مصطفى محمد كمهاجم؟ من اللعبين اللي أنت كنت بتحبهم؟ هناك الكثير من اللعبين الجيدين ولكن على خصوصية مصطفى محمد مختلفة نوعا ما إنه لاعب هناك لاعب كان يلعب في فرنسا اسمه ديرمان لكوك الذي كان لاعب أسطوريا بالنسبة لي وكانت لديه جودة وخصائص هائلة في منطقة العمليات على المستوى الفني وعلى المستوى القوى البدنية كان لديه القوى على أن يسجل والقدر على أن يسجل ومصطفى محمد لديه نفس القدر على أن يسجل من أي مكان دخل منطقة العمليات فنيا وبدنيا لا أعرف إن كنت تتابع مباراة كأس الأمم الأفريقية بالشكل عام أم لا أم تتابع فقط مصطفى محمد ولكن لو تتابع كأس الأمم الأفريقية أي المنتخبات المفضلة لك اليوم من الصعب أن أعطي رأيانا قبل بداية الكان كنت أقول أن مصر فريق مرشح ولكن مصر لم تحقق النجاح المرطلوب في المجموعة ولكن الآن أستطيع أن أقول أن المغرب هي الفريق الجيد جدا وأتمنى على المصطفى الشخصي أن أرى مصر والمغرب في نهاية هذه البطولة فاندي ما أنا أشكر حالك شكرا جزيلا على هذا اللقاء المهم على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة من فرنسا فلاديمر كايتا مالك نادي نانتا الفرنسي في مدخلة ولقاء أول على تلفزيون مصري وعربي الحديث عن مصطفى محمد وأيضا الحديث عن مستقبل مصطفى محمد مع فريق نانتا قال حاجتين في كثير من الموضوعات التي كلمنا فيها حاجتين في منتهى الأهمية أول حاجة أنه يرفض رفضا تاما بيع مصطفى محمد في هذه الفترة قررت عليه السؤال مرتين حتى لما قلت له لو جالكم رقم مغري تحديدة من بريس سانجرمان مثلا لضم مصطفى محمد قال إحنا عايزين مصطفى محمد يكمل معنا ده مشروع إحنا بنشتغل عليه وإحنا معند ناشي النية خالص للمناقشة هذا الأمر بيع مصطفى محمد في هذه الفترة وسط كثير من التكاهنات والتقارير الصحفية الفرنسية والعالمية حول عروض تصل لنادي نانتا لمصطفى محمد وإن نادي نانتا منفتح لسماعة الآن مالك النادي بيقول إنه نادي نانتا غير منفتح تماما تماما لمنقشة أي عروض تخص مصطفى محمد قال حقا كمان في منتهى منتهى الأهمية هدايا الميكالي الموديل الفني للمنتخب الأولمبي قال إنه هو لن يمانع انضمام مصطفى محمد في حال تم استدعاه للمنتخب مصر الأولمبي في الأولمبيات القادمة أولمبيات باريس وقال إنه هو هيبقى سعيد وفخور إن مصطفى محمد بيلبس وبيمثل تشيرت بلده في أي بطولة تحديدا لو الأولمبيات القادمة لأنها ستقام في باريس بص هنقول لكم حاجة بصراحة الحاجات دي ببقى مبسوط بيها أنا مهنيا بس كمان ببقى فخور بيها عشان زملائي دايما بقول إن إحنا إيه إحنا في رقم عشر كده كل الناس اللي بتشتغل معنا رقم عشر كلهم ناس رائعة وناس عظيمة وفريق قوي جدا دايما البرامج تصنف في كثير من الأحيان باسم موزعيها أو مقدميها لكن إحنا هنا في رقم عشر بنشتغل كفريق كلهم بنشتغل بنفس الأداء وبنشتغل بنفس الرغبة إن إحنا نقدم لحضراتكم حاجة كبيرة تحديدا لقم عشر النهاردة في هذا اللقاء المهم جدا زملنا المميز دوما دوما رائع أحمد عبد العال راجل ساعة واكتهد في لحظة فيها تقلق لمصطفى محمد راجل بيلوح يجيب مالك النادي المالك النادي نفسه الراجل ده بقى ملياردير يعني بولندي فرنسي وعنده وعنده ناس بتشتغل وكصص يعني عشان نوصل لهذه المرحلة إنه يكون موجود معنا النهاردة فبشكر كل زمالي وبشكر تحديدا أحمد عبد العال زملنا فيه إعداد رقم عشر طيب نكمل وليل يا شباب لو جاهزت معنا المجموعات بتاعة كأس الأمم الأفريقية قلولي عشان نقولها المهم النهاردة يعني جنوب أفريقيا تعادلت سلبيا مع المنتخب التونسي وتونس خارج كأس الأمم الأفريقية نتكلم بقى على تونس والجزائر تحديدا كتير قوي بس يعني خلينا الاول ايه نقول النتائج النهاردة بالنسبة لجنوب أفريقيا وتونس أيضا النهاردة في الجولة الثالثة نبيبيا ومالة عدلاء دون أهداف نبيبيا كمان عملت عملت بطولة خطيرة البطولة دي بصراحة طيب كمان المغرب النهاردة فازت على زمبيا بحدف لي حكيم زياش زمبيا في اللحظات الأخيرة بس كانت خطيرة على المغرب لكن بشكل عام المغرب جيدة جدا في هذه بطولة لكن تضيع الكثير من الفرص طيب كأس الأمم الأفريقية أيضا النهاردة في الجولة الثالثة تنزانيا والكنغو تعدلاء سلبية دون أهداف والكنغو في المرتبة الثانية وزي ما قلت لكم تلعب مع منتخب مصري في دور الستاشر من كأس الأمم منتخب المغرب بالمناسبة يواجه منتخب جنوب أفريقيا طيب تعالى أقول لك ترتيب المجموعات ومباراة دور الستاشر هتكون إيه يلا بينا يعرضوا يا شباب المجموعة الأولى فيها غينيا الاستوية صدارة نيجيريا مركز الثاني وسحل العاج صعدت ضمن أفضل أربع سوالس بسلاس نقاط وغينيا بسا وتودع مجموعة الثانية كاففرديا والرأس الأخضر في المركز الأول مصر في المركز الثاني غانا تودع موزنبيق تودع مجموعة الثالث السنغال في الصدارة بتسع نقاط الكاملون في المركز الثاني بأربع نقاط غينيا في المركز الثالث أربع نقاط وتصعد أيضا ضمن أفضل سوالس وغمية خارج البطولة المجموعة الرابعة أنجولا في الصدارة بسبع نقاط بفضل ما بلوله طبعا مهاجم للتحادس كندري بوركينا فاسو في المركز الثاني بربع نقاط موريتانيا في المركز الثالث بتلات نقاط ويا شباب موريتانيا صعدت صعدت موريتانيا أفضل تولد إنجاز تاريخي 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 وعظيم لمنتخب موريتانيا والجزائر في مجموعة تبدو سهلة جدا نظريا قبل البطولة احنا قلنا الجزائر مية في المية تصعد عن هذه المجموعة ولكن الجزائر تتزيل هذه المجموعة اللي نظريا كانت سهلة ولكن عمليا كانت قوية جدا الجزائر في المركز الأخير بنطين وتودع البطولة طيب المجموعة السادس الخمس مالي في الصدارة بخمس نقاط جنوب أفريقيا في المركز الثاني بربع نقاط نبيبيا في المركز السادس بربع نقاط وتسعد هي الأخرى في أفضل سوالس تونس خارج كأس الأمم الأفريقية بنقطتين فقط طيب آخر مجموعة المغرب في الصدارة بسبع نقاط الكون والديمقراطية في المركز الثاني بثلاث نقاط زنبيا في المركز الثالث بنقطتين فقط وتنزانيا في المركز الرابع بنقطتين فقط على فكرة الكون هنلعبها واحنا الاتنين بنفس الرصيد ثلاث نقاط طيب واحدة قولوا لي يا شباب زوم جايز معنا ولا نروح للترتيب ماشي تعالوا نروح بقى لمشوار دور الستاشر المنتخب النجيلي هيواجه المنتخب الكاميروني أنجولا هتواجه النبيبيا الكاسبان 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 بينهم هيلعب هيلعب بعض يعني كافردي مع موريتانيا كافردي مع موريتانيا والمغرب مع جنوب أفريقيا وفي النحية التانية النحية بتاعتنا احنا بقى مالي مع بوركينا السنغال وكوديفوار ومصر مع الكون والديمقراطية وغنية الاستوائية مع الغنية هاجلكم ليها تاني بعد شوية نوان دردش فيها ولكن معايا عبرزوم مداخلة في منتهى الأهمية بعد سنوات من الغياب سنوات من الغياب الطويل جدا جدا واحد من أفضل المحترفين الأجانب اللي لعبوا في الدور المصري تحديدا في نادي الزمالك في فترة التسعينات اسماعيلة كوليبالي نجمي نادي الزمالك السابق والمديل الفني المنتخب مالي تحت 17 سنة الفائز ببرونزية كأس العالم بعد تخطي مين بعد تخطي المنتخب الأرجنتيني مالي عندها مدرب كبير جدا ولعب عظيم اسمه اسماعيلة كوليبالي يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 بسأل خير على الجميع وأشكركم على دين مقدمة أنا بس بداية عايز أقولك إن إحنا لما نزلنا التنويه على وجودك النهاردة معانا الجماهير المصرية بشكل عام وليس فقط جماهير نادي الزمالك كانت في منتهى السعادة إنها تشوف واحد من أفضل اللاعبين اللعبوا في الدور المصري مرة أخرى في لقاء تلفزيوني فتحيات كل الجماهير المصرية ليك بداية حقيقة الأمر أنا سعيداً أيضاً بكوني معكم هنا على التلفزيون المصري وجمهور زمالك زمالك وجمهوره هم جزء من حياتي لا يمكن أن أنسى هذه الفترة التي أمدتني بالنجومية وبالأمل لاستمرار مشواري في الخارجة مرة أخرى أشكر نادي الزمالك وجمهوره وأشكر مصر كلها على الفترة التي أمضيتها هنا في مصر ولا أنسى أيضاً مباريات الأهلي والزمالك حيث كانت مباراة كان يطبعها الجميع ولا أنسى أيضاً هدفي الذي سجلته في الأهلي في العام 1999 أنا فاكي الهدف ده كويس جدر من ساروخية يعني واحدة من أفضل التصويبات اللي شفناها حتى في الدوري المصري أنت تحديداً تذكرتم مباراة الديربي ومباراة الزمالك والآله هل تتذكر أي مواقف في هذه المباراة بجانب طبعاً هدفك العظيم ده أتذكر الكثير من المواقف ولكن الهدف تحديداً كنا دخلنا هذه المباراة في ظروف صعبة وأتذكر هذا الديربي الكبير وأنا سعيد جداً بتأكيد بهذا الهدف الذي سجلته وتذكره حتى الآن هل كان فيه كان وقتها كان معروف أن أنت اللي هتشوت الكرة ولا كان القرار وليد اللحظة كان فيه حد هتشوت مكانك ولا هو كان مترتب أن أنت تشوت لا بالتأكيد كنت أنا المخصص للتزديد لأنه كان معروف عني أنني أسجل من التزديدات ومن الكرات الحرة بمجرد أن حصلنا على الفاول أمسكت بالكرة وكنت عازماً على التزديد من أول مرة وهكذا وضعت فيها كل قوتي وكنت بالتأكيد في غاية السعادة حينما وجدت هذه التزديدة القوية تسكن في شباك الأهلي وهذا الهدف مصدر فخر لي حتى الآن هل بعدها تلقيت عرضاً من النادي الأهلي؟ لا لم يحدث هذا الأمر الزمالك بالنسبة لي هو عائلتي هو أسرتي وكنت مقرراً منذ البداية أنني إذا غادرت الزمالك سوف أغادر إلى خارج مصر وليس إلى فريق آخر حتى وإن كان الأهلي هو فريق كبير وقطب كبير في كرة القدم المصرية ولكن حتى هنا في مالي هم يعرفونني من خلال نادي الزمالك وأنني كنت ألعب في نادي كبير في مصر اسمه نادي الزمالك إذن الزمالك هو عائلتي التي لا يمكن أن أن ننسها أبداً هل ما زلت على تواصل مع أحد من زملائك في نادي الزمالك وقتها أو مع جمهين نادي الزمالك؟ كان لدي بعض الاتصالات ولكن كما تعلم أن أرقام التلفونات تتخير من وقت لآخر والحياة تأخذ الجميع لذا فقد بعض الاتصالات ولكن كنت أتحدث لفترة مع أحمد عبد الله ومع نادر السيد من وقت لآخر وحسيما أننا كنا قد التقينا في فرنسا منذ فترة وكنت قد التقيت مع نادر وعادة ما نتحدث ونتكلم في أمور نادي الزمالك وفي شؤون اللاعبين هذا أمر يحدث من وقت لآخر ودائماً أبحث عن الفرصة التي ألتقي فيها بأصدقائي القدامة من مصر وأن أعود إلى مصر وأتمنى أن أعود إلى مصر في القريب العجل إن شاء الله السؤال القادم لك يخص كأس الأمم الأفريقية وتحديداً منتخب مالي وباقي المنتخبات كيف تنظر لك أس الأمم الأفريقية هذا العام ما رأيك في المستوى؟ أنا سعيد بالتأكيد لما قدمه منتخب مالي على هذا المستوى العالي أمام فرق كبيرة جداً وكنت أحضر التدريبات الخاصة بالفريق قبل الصفر كما كلما سنحت لي الفرصة أحضر تدريبات المنتخب المالي وأتمنى أن يبقى الفريق بنفس الحالة الذهنية وبنفس الحالة الفنية في دور الستة عشر وأتمنى أن يحافظ على نفس القدرة التهديفية التي لم يظهر جميعها بعد في البطولة حتى الآن ولكن بالحديث عن الفرق المرشحة أعتقد أن كل الفرق مرشحة ومن الصعب التنبه بفريق ما لأنه كما نقول لم يعد هناك فريق صغير في كرة القدم الأفريقية وكلما أتمنى للفريق المالي أن يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المصابقة كما أتمنى كل التفيق أيضاً للفريق المصري في هذه البطولة عندنا سفير بلعب في الدولة المصري مع المنتخب المالي أليو ديانج لعب النادي الأهلي رأيك في مسيرة أليو ديانج مع النادي الأهلي وبالتأكيد مع منتخب مالي في هذه البطولة أعتقد أنه يقوم بعمل جيد مع الأهلي وحتى الآن لديه مسيرة جيدة جداً حيث أنه مر بالكثير من الخطوات وحقق بطولات هامة مع الفريق الأهلي ولكن ربما الصوبة التي واجهها مع المنتخب هو أنه لدينا الكثير من اللعبين الجيدين الذين يلعبون في أوروبا في مركزه وهو برغم كل ذلك لا يستسلم ويحاول أن يعمل جاهداً لكي يجد لنفسه مكاناً بين هؤلاء النجوم وفي كل الأحوال نحن فخورون به وبباقي لعيب الفريق الوطني المالي وبما يقدم نهو في هذه الكن وأتمنى أن يستمر دائماً في التطور مع الأهلي ومع الفريق الوطني المالي رأيك فيما يقدم المنتخب المصري في هذه البطولة لو كنت تشاهد مباراة منتخب مصر بالتأكيد المصر هي أمة كبيرة في كرة القدم وطرق عليها الكثير من التطور والكثير من التغيير وعلى المستوى الفني والبدني وأصبح لديها لاعبون مميزون جداً ويتميزون بأداء جماعي ممتاز ومصر تبدي ردة فعلة جيدة في هذه البطولة فريق قوي جداً حتى وإن كانت بدايته في البداية لم تكن بشكل جيد أو حتى وإن كان حقق ثلاث تعودلات في هذه المجموعة ولكن ما يحسب لهذا الفريق هو حالته الذهنية واليقضة المستمرة طوال 90 دقيقة والقدرة على العودة في النتيجة دائماً مصر إذن هي دائماً فريق منتخب قوي وكبير ومرشح دائماً للألقاب حتى وإن كانت نسخة هذه البطولة عالية جداً وصعبة جداً وحتى كان من الصعب التأنبؤ بمن سيفوز ولكن أستطيع أن أقول بمنتهى الأمانة أن التأهل إلى دورة 16 لأي فريق في هذه النسخة من الكن هو أمر جيد جداً ويحسب لكل من تأهل طيب لو طلبت منك تختار أربع فرقة تتوقع تواجدهم في نصف نهاية هذه البطولة تختار مين مقارنة بالفرقة التي تتحدث عن السنغال رقم واحد المغرب رقم اثنين ومالي أيضاً رقم ثلاثة والمركز الرابع سيكون ما بين مصر والكنغو وربما آخرين ولكن بوركينة أيضاً في الصورة لأنها فريق قوي جداً وأيضاً فريق أنجولا حقيقة الأمر يلعب كرة قدم متطورة جداً وكل هذه الفرقة الأخيرة التي ذكرتها مرشحة لأن تكون الفريق الرابع في نصف نهاية كل بالي أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذا اللقاء كنا محتاجين نشوفك بعد فترة غياب طويلة عن الظهور واحد من أبرز المحترفين الأجانب اللجوم الدولي المصري مع نادي الزمالك ولعب عظيم ومدرب عظيم الآن واحد من أهم المدربين في أفراقيا حالياً مدرب لمنتخب مالي تحت 17 السنة فائز معهم ببرونزيت كأس العالم كسب المباراة دي بالمناسبة واتت والرابع دي جسر المنتخب الأرجنتيني تفاهم يعني إيه؟ هل تفاهم إحنا مستنين إيه من مالي يعني؟ جيل عامل إزاي؟ فاسم عظيم يعني طيب طيب أنا كنت أقول لكم أنا داخل الحلقة إنه إمام عشور إن شاء الله بإذن الله يلحق المباراة اللي جاية إحنا جات لنا الإصابة أنا داخل معاكم على الهوى على طول الإصابة بارتجاج في المخ وهو في المستشفى الآن تحت الملعزة أقول لكم إنه اللي جاينا مبدئياً إنه إن شاء الله يلحق مباراة الكون ومباراة دور 16 جالي الآن إنه أصبحت فرص إمام عشور للحاق بمباراة دور 16 أمام الكون والديمقراطية فرص ضئيلة جداً جداً حسب ما وصل لي الآن ضئيلة جداً جداً مش فاكدية الأمل تماماً ولكن في صعوبة إن إمام عشور بعد الإصابة اللي حصلت له النهاردة بارتجاج في المخ إنه يلحق بمباراة الكون والديمقراطية وزي ما قلت لكم الإصابة حصلت دون تدخل أي أحد كان بيعمل كرة خلفية مزدوجة اللي هي الضابل كيك فالأسف هو على رأسه بص مش مشكلة آه نخسر إمام عشور خسارة كبيرة وفاداحة قبل مباراة الكونغو ولكن الهم حاجة أهم حاجة إنه إحنا نتطمن عليه ويقوم سليم ومعافى بإذن الله ده أهم حاجة أهم من أي شيء في الدنيا يعني أهم من أي بطولة وهم إن شاء الله يبقى سليم ومعافى بإذن الله يعني خسارة اللهي كل حاجة بص وركائز أساسية ركائز أساسية في المنتخب طيب إسماعيل لكل بالي كان لقاء مهم لحضراتكم أنا عارف إن أنتو كان بقالكم فترة مش شفتوش إسماعيل كل بالي من زمان من آخر التسعينات والأوال الألفية واحد من اللعبين الكبار زي ما قلت لكم فريق عمل عظيم جدا هنا في رقم عشر بفتخر إن أنا واحد منهم زي ما إيضا أحمد شهاب صاحب أزي المداخلة بشكره شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا اللقاء المهم جدا مع واحد من اللعبين اللي كان بقالنا كتير ما شفناه مش طيب معايا كمان عبر زوم لقاء طازة 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 النهاردة طيب ما إقالة الموديل الفني للمنتخب الغاني الجهاز الفني يعني بشكل عام معايا عبر الزوم الآن دي دي درامياني المدرب المساعد للمنتخب الغاني يا فندم مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر فندم مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر هل حراك سمعني كويس؟ مساء الخير وسعيد بكوني معكم هذه الليلة بداية سؤال استفساري في البداية هل قرار الاتحاد الغاني النهاردة بقالة المدير الفني هل شامل أيضا الجهاز المعاون أم فقط المدير الفني؟ أموحك سمعني؟ أموحك سمعني؟ أموحك سمعني؟ أموحك سمعني؟ أموحك سمعني بسبب أحوار جاني؟ أعتقد أن القرار لم يتضح بعد كل أبعاد وتفصيله مع الاتحاد الغيني لكرة القدم ولكن أغلب الظن أن كل الجهاز الفني قد رحل عن تدريب الفريق لماذا تراجع مستوى المنتخب الغيني بهذا الشكل في هذه البطولة العزارة بشكل مخيف جدا للتوقعات أعتقد أننا جميعا حاولنا أن نفعل قصارى نبدأ القصارى لجهدنا ولكن مسألة النتائج والأداء تتوقف على العديد من الأمور والعديد من العوامل لا يمكن أن نحصر ذلك في عامل محدد ولكن في النهاية ربما لم يكن لدينا الوقت القافي لإعداد الفريق بالشكل الأمثل لهذه البطولة عايس ألك تحديدا على المواجهة اللي عبت فيها أمام المنتخب المصري كيف تعاملت مع هذه المباراة وكيف شهدت المنتخب المصري وقوة المنتخب المصري في هذه المواجهة أعتقد أن الفراعينة والبلاك ستارز دائما يقدمون مباراة ملحامية في كرة القدم وبالتأكيد نكون الكثير للإحترام للفريق الوطني المصري وتعاملنا معه بالكثير من الإحترام وشهدنا له العديد من المباراة واحترمنا الجنب المصري بالتأكيد وحاولنا أن نلعب بالأوراق الرابحة لدينا على المستوى الفني وحاولنا إيقاف مفتيح اللعب الخطيرة في الفريق المصري وحاولنا أن نلعب على النقاط الضعف في وخلف خطوط الدفاع في الفريق المصري ولكن في نهاية المطاف لم نتمكن من تحقيق الفوز نتيجة غياب التركيز قلت لي أنه حاولت تلعب على النقاط الضعف المنتخب المصري إيه نقاط الضعف اللي أنت كنت شايفينها في المنتخب المصري أخيقة الأمر في النهاية الفريق المصري وفريقانا دائما هناك مستويات متقاربة حتى لو بدأ في بعض الأرقام والإحصائيات أن هناك نقاط الضعف ولكن على أرضية الميدان هناك أشياء أخرى تكون حاسمة في تحقيق النتيجة في الشوط الثاني حاولنا استغلال العامل البدني الذي ظننا أنه سوف يكون في صالحنا ولكن لم تسر الأمور على ما يرام بسبب جيرينتا وروح الفريق المصري هل تتوقع أن يستمر مشوار منتخب مصري في هذه البطولة طويلة حتى المباراة النهاية؟ أعتقد أن الفريق المصري لديه حس البطولات ولديه خبرة خوض المباراة الصعبة وهناك لاعبون مميزون على المستوى الفردي ويمكنهم تحقيق الفارق وهذا ما شاهدناه في العودة التي صنعوها في مباراة موزنبيق وأيضا أمام غانا والمباراة الكبيرة التي قدموها أمام كاب فردي التسجيل في الدقائق الأخيرة ينمع النجود فريق كبير ولعبون لديهم خبرة المواعيد الكبرى إذن العقلية المصرية تمكن من خوض من تخطي مثل هذه العقبات ولن يكون مستغربا أن نرى الفريق المصري على الأقل في نصف النهائي أنا بشكرك شكرا جزيلا دي دي درماني المدرب المساعد لمنتخب غانا اللي كان مشارك في كأس الأمم الأفريقية ودع البطولة من الدول الأول من مجموعة المنتخب المصري نهاردة الجزائر تودع كأس الأمم الأفريقية خبر صادم جدا لكل الجماهير العربية ومعها رحيل لجمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائري وفسخ تعاقده بيئة طراضي بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية الجزائر في مستوى متراجع جدا لن ينجح أحد في المنتخب الجزائري في هذه البطولة سواء مدير فني أو لعبين سوى بغداب بنجاح للعب بروح وجرينتا عالية جدا بقى اللعبين لم يظهروا بأي شكل أو بأي مستوى جيد جمال بالماضي لم يدر المباريات بشكل جيد وبالتالي كان طبيعي أن يرحل جمال بالماضي عايز بس أقف عند حاجة واحدة بس فيما يخص المنتخب الجزائري رياض محرز على مدار السنوات الماضية كان واحد من أفضل اللعبين العرب مش فقط اللعبين الجزائريين اللعب كبير وعظيم حين انتقدته جماهير الجزائر في المباراة الأولى والمباراة الثانية وكانت تنتظر منه الكثير والكثير على مستوى الأداء كان من الطبيعي أن يسكت أو يصمد رياض محرز وسط غضب منطقي وطبيعي من الجماهير الجزائرية وجماهير العربية بشكل عام على مستوى المنتخب الجزائري ولكن بعد المباراة الثانية رياض محرز حط التويت ده على موقع X اللي هو أنا مستمعكم أنا مستمعكم اللاعب الذي لا يحترم جماهير بلده مش جماهير نديه بالطبيعي بالطبيعي طبيعة الحال أن جماهير بلده لن تحترمه خاصة مستوى الجزائر في هذه البطولة كان مستوى سيء جدا وطبيعي أنت النجم الأول والاسم الأكبر في المنتخب الجزائري فمن الطبيعة أن تتحمل المسئولية بهدوء لم يتحمل رياض محرز المسئولية وبعد ما بقى السامع جماهير الجزائر وهي غضبة منه ومن باقي زميله زي ما حالكم شايفين كده وهو كاتب تويت دوت على موقع X الآن هيضطر رياض محرز يسمع هيسمع هيسمع وهيسمع وهيسمع جماهير الجزائر ما بترحمش هيسمعه كل حاجة يتحمل بقى يتحمل طبعا وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري قال أن فيه تغييرات جزرية في المنتخب الجزائري الفترة اللي جاية الصحافة الجزائرية كمان تكلمت عن التحول الكبير في مسيرة الجزائر مع جمال بالماضي بعد ما توج ببطوية أفريقيا 2019 في مصر وبعض التقارير أشارت لاحتمالية اعتزال رياض محرز دوليا اللي هيشيله اللي هيشيله القصة دلوقتي يعني هتبقى الأمور صعبة جدا صعبة جدا طيب للأسف للأسف يعني خبر عاجل دلوقتي للأسف إمام عشور رسميا يغيب عن منتخبنا الوطني أمام الكونغو بسبب البروتوكول الطبي اللي بيحطم راحة أي لاعب يصاب بارتجاج في المخ لمدة ستة أيام وحال تأهلنا إن شاء الله يكون جاهز في دور السمانية يعني حتى لو هو بقى جاهز بكرة أو بعده مش هينفع يلعب إلا بعد ست أيام بحسب ببروتوكول الطبي اللي بينص عليه لاتحاد الدولي لقرة القدم وبالتالي إمام عشور خسارة ثالثة لمنتخبنا الوطني في كأس الأمور الأفريقية بعد محمد صلاح وبعد محمد الشناو ثلاثة من الركائز الأساسية لمنتخبنا بيغيبوا في وقت صعب جدا وكلها لأسباب اضطرارية وإصابات صعبة جدا الثبات صعبة جدا طيب ده فيما يخص الجزائر فيما يخص المنتخب التونسي فحاجة زعل وحاجة دايق جدا الحال اللي وصله للمنتخب التونسي منذ سنوات بس البطولة دي فيه تراجع مش طبيعي للمنتخب التونسي تراجع على مستوى الأداء الجماعي تراجع على مستوى الأفراد في المنتخب التونسي تراجع على مستوى الأندية التونسية تراجع غريب غريب انحضار أداء سيء جدا 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 للمنتخب التونسي في هذه البطولة سيء بقى حتى بتدرش تقول إيسوء التوفيق مسلا لا المنتخب التونسي عمل أداء سيء جدا في البطولة نزع العلي جدا زعلنين على المنتخب التونسي زي ما احنا زعلنين على المنتخب الجزائري بالمناسبة عايز أقول حاجة على المغرب وليد الرقراكي المديل الفني ليه المنتخب المغرب في المباراة قبل الأخيرة المباراة الثانية للمنتخب المغربي أمام الكنو وحصلت الخناء الشهيرة جدا بين قائد المنتخب الكنغولي ولعبي والجهاز الفني للمنتخب المغربي وكان فيه شد وجذب وجري وخناءات وحاجات كتيرة جدا مهم النهاردة من الكاف دون أن يصدر قرارا رسميا واضحا تمام قرر يوقف وليد الرقراكي على ضوء هذه الأزمة أربع مباريات منهم اتنين معاقف التنفيذ يعني اتنين مش هيبقى موجود أكيد في الملعب اتنين لو تقرر منه أي فعل هيطبقه بس يعني هو هيغيب عن مبارتين وأول مباراة كان غاب عنها هي مباراة اليوم بعد كده الاتحاد المغربي رغم أن الكاف ما نزلش القرار ده رسمي بس وصل طبعا للاتحاد المغربي قال أن القرار ده كان مجحف جدا من اللجنة تأديبية للاتحاد الأفريق وقراره أنه هم يطعنوا على هذا القرار حي غريبة جدا ما فيش تسجيلات وما فيش حاجة واضحة جدا تقول أن وليد الرقراكي عمل أي حاجة بسا عشان الكلام يتقال أنه قال كلام عنصوري ضد لعب الكنغو ما فيش حاجة واضحة في القصة دي اللي هو شانس المنبأ لعب الكنغو ما فيش حاجة فيش أعطي ضوعة تسجيلات تشوف أي حاجة ما فيش حاجة بتقول أنه فيه أبارات بزيئة قام بيها وليد الرقراكي النهاردة لعبت المغرب وهم بيسجلوا الهدف فيه المنتخب الزامبي رايحين يحي وليد الرقراكي فيه المدرجات هو كمان حكيم زياش بيعمل له قلب أنت في القلب حاجة غريبة جدا بصراحة تعنت وموقف سيء من الكاف بصراحة في وقت صعب جدا للمنتخب المغربي إنه هو وليد الرقراكي ما يبقاش في أرض الملعب موجود معهم حاجة في منتهى السوق فيه سورة النهاردة كمان بالمناسبة عجبتني جدا الجهاز الفني للمنتخب المغربي فيه أربعة من الإطار الفني للمنتخب المغربي بص الصورة دي وركز معايا فيها ركز معايا قوي بص على التفاصيل واحد ماسك آيباد واحد حاطة تاني آيباد على ستنده واحد حاطة اللابتوب قدامه واحد ماسك لسلكي بيكلم وليد الرقراكي شغل أوروبي شغل عالمي مش رابع كاس العالم كده بالصدفة ولا بالحب الناس بتشتغل بشكل رائع جدا وبشكل فيه تطور كبير جدا زي ما بتشوف بيحصل فيه أوروبا لقطة يعني عجبتني في النص كده في نص الحدث بتاع النهاردة ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي الصعود للدور القادم مع المنتخب المصري والمنتخب الموريتاني ممثلين للعرب في كأس الأمم الأفريقية هارد لك بكل تأكيد للمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي مصدومين وزعلنين عليهم بكل تأكيد ولكن حظ أفضل في الفترات القادمة بعد الفاصل عشرفني وينورني الزملاء الأعزاء عمر جبالة وعمر سروت ومحمد الصائغ وكثير من الكواليس المهمة خليكم معنا مهاردة عمر جبالة وعمر سروت ومحمد الصائغ عندهم شاية كواليس عظيمة جدا فيما يخص منتخبنا الوطني بالتأكيد الأولوية نادي الأهلي نادي الزمالك كلام مهم جدا ركزوا معي في الفقرة دي كالعادة يعني الفقرة دي من أحلى الفقرات يمكن اللي في رقم عشرة عمر بنور الدولية ربي خليك كريم الحمد لله كله تماما كله زي الفل كله تماما صائغ سعيد جدا بتاقدك معي الأول مرة أنا بسوط يا كريم إن أنا موجود معك النهاردة حبيبي شرف لنا كبير جدا فهبدأ بيك عشرتنا معك المنتخب النهاردة وإن المنتخب يبقى المنتخب الأول ويبقى الصائغ الأول لو لها سألك طبعا على قصة أمام عشور إيه اللي حصل يعني فجأة جلنا الخبر الصادم ده فجأة إعلان رسمي إنه هو هجيب خلاص عن مباراة تلك النهارة والديمقراطية إيه اللي حصل خلينا أقول يا كريم طبعا احنا بنتمنى أكيد الشفاء العاجل لإمام عشور شبنا رب دعم حاجة وكل التوفيق والدعم المنتخبنا في المتشط اللي جاية ولكن إمام عشور ممكن ما يبقاش جاهز برضو لو المنتخب تأهل لدور التمانية ولو جاهز مش هيكون جاهز بالنسبة 100% مش هيبدأ أساسي ممكن يشارك كبديل في الشرط التاني ما فيه الشك فيتوريا يهمه جدا أنه هو يحافظ على لعيب بحجم وقيمة إمام عشور احنا شفناه في المتشط اللي فاتت عمل إيه كان ليه دور مهم جدا سواء على المستوى الهجومي أو الجانب الدفاعي فإمام مستوى نضق جدا في البطولة دي عارف يعني إيه إنه هو بيلعب بإسم منتخب مصر فدي يمكن التفاصيل بتاعت إمام عشور يمكن زي ما أنت قلت كانين في الانترو بتاعك إن إمام فعلا دابل كيك وقع حصل الورتجاك في المخ على طول حصل تواصل ما بين الجهاز الطبي في منتخب مصر والجهاز الطبي للنادي الأهلي ده برتوكول طبيعي جدا بيحصل ما بين الدكتور محمد أبو العيلة ده بيتابعه مع أي صحابة لأي لعب في المنتخب الوطني وبالتالي اللعيب تم خضوعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ولكن الدكتور محمد أبو العيلة أبلغ فيتوريا إن فكرة الاعتماد على إمام عشور في ماتشاط دور الستاشر أو دور التمانية مش أكيد بنسبة 100% دور الستاشر خلاص رسمي عشان البروتوكول بتاع الفيفا أنه سألت ست أيام لكن إنتبولاتي كمان بتقولي إنه ممكن ملعبش المباراة اللي بعدها ممكن ملعب دوارد دوارد بقوة جدا إنه هو ما يبدأش على أقل بشكل أساسي في منتخب مصر فيتوريا على طول بدأ عمل اجتماع فوري مع الجهاز الفني وبدأ إنه هو يفكر هيعمل إيه والبديل الأمثل أو الأفضل اللي يفكر فيه وده الإقتراح اللي دار في الكواليس خلال الفترة الأخيرة أو الساعات الأخيرة إنه يكون زيزو هو بديل إمام عشور في هذا المركز ويلعب مصطفى فاتحي كبديل لمحمد صلاح في الكوينج رايت ده التفكير اللي دار في فكري فيتوريا وخلال التدريبات اللي جاية هيبدأ يدرب اللعيبة على الخطة دي وعلى فكرة الاعتماد على زيزو في مركز رقم 8 تعافي كريم في الماتشات اللي فاتت أصلا زيزو مكنش خيار لفتوريا في مركز الوينج رايت أو الوينج ليفت على طول بيلعبه 8 أو بيقلب الخطة فبيلعب زيزو 10 ففكرة إن زيزو بيلعب مكان صلاح أجات فيها الماتش اللي فات لكن مش هو الخيار الأول للروي فيتوريا وده اللي شفناه في ماتش غانة يمكن في ماتش غانة الأخير لما صلاحة تصاب أول خيار كان بالنسبة لمصطفى فاتح ما فكرش حتى في فكرة زيزو على طول مصطفى هو اللي قام بس عشان يعني بص هقول لك يعني ممكن يتعيش فيها فنين في المراحل اللحقة بس وقتها لما نزم مصطفى فاتح كان هو عايز واحد إنسايد وينجر اللي من اللعب اللي بيخش الجو المنطقة مش اللعب بتعترف اش كده اختار مصطفى فاتح ايه مش كافية عمر كمانا عم راحب بيلعب وكأنه جناح لها تفصيلة بس إن انت قلت دوت وقال إن هو يكون الأقرب عشان هو جرب زيزو كتير في رقم تمانية بس ده خطير جدا بصراحة يعني نكتلعب بزيزو مصطفى فاتح في حتة واحدة الاتنين غالية مش يدوه أدوار الدفاعية كبيرة جدا واحنا شفنا المشاكل الدفاعية اللي عندنا فلو سألتنا عن رأي الفن يعني أنا أقول لك إلعب ما أنا أعطيه ويلعب بمحمد النيني تمانية من الستة ويلعب بي حمد فاتح ده لو رأي ده نص ملعب وشي بزيزو زي ما هو جناح ده رأي يعني خلينا نشوف خلينا نشوف فيتوريا هيعمل ايه هو الأضرب بلعبته يعني مش هزا بعيد عن المنتخب برضو هسألك على شناوي أصابة الشناوي الأول شناوي أصابته هتاخد وقت قد إيه فترة غياب ويلقى اللي فعلا تحرك على بديل الشناوي ولا بس خلينا أقول لك مفجأة اليومين اللي فاتوا الناس كلها بتتكلم ان الشناوي هيغيب ثلاثة هيغيب بعض شهور خمس شهور معلومة رسمية الغاية دلوقتي لم يتم بتحديد مدة رسمية لغياب محمد الشناوي الفحصات الضبية لسه شغالة في ألمانيا وفي تواصل ما بين الدكتور محمد ابو العيلة طبيل منتخب ودكتور محمد جبال الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي وبناء عن فحصات طبية حيتحدد إذا كان أصلا حيبقى فيه تدخل جراحي لإصابة محمد الشناوي ولو ما فيش ولو فيه تدخل جراحي فيه كذا نوع بالنسبة لتدخل جراحي بالنسبة لعملية بتاعت خلع الكتف ممكن يبقى خلع كلي أو خلع جزئي كل ده لسه متحددش والفحصات هيلا هتحدد وبناء على ده هيتحدد إذا كان هيغيب ثلاثة شهور أربعة شهور شهور شهر ونص لسه الغالات لم يعلم بشكل أسفل ها لو ما عملش عملية شهر ونص لأنه ورق جدا ما يكونش أصلا محتاج أن العملية النية تقعد مثلا ثلاث شهور أو أربعة شهور هل قال لي بقى تحرك؟ الأهل يستند باي دايما لكل حالة فيه خطة بلان اي و بلان بي الأهل دايما بستعد للقصة دي التحرك لم يتم التحرك بشكل باسمي ولكن تم طرح اسم محمد بسام وتم فيه اتصالات كده بشكل ودي مع إدارة نادي سراميكا للاستطلع رأيهم في قصة محمد بسام وطبعا محطور برضه في الاعتبار محمد أبو جبل قبل محمد أبو جبل السراميكا كلوباترا قاله ايه؟ الكلام كله ان ممكن حمزة علاء يطلع من نادي الأليم حلو انا هقول لك معلومة على مصطفى شوبيف هقول لك معلومتين اول واحدة ان هو فعلا يتواصل مع سراميكا كلوباترا ولو بشكل ودي زمان تقولت كده مش بشكل رسمي بسراميكا كلوباترا طلب مصطفى شوبير بزبط كده ما كان وتم رفض من نادي الأليم ولو رفض هذا القرب بزبط ولو هيطلع حد من نادي الأليم حيبى حمز علاء محمد أبو جبل بقى أقول لك معلومة عن محمد أبو جبل تواصلت مع ساتة اللوعة أشرة نصار قبل ما تقول على طول لما فيش مفاوضة لسه رئيس النادي قال لي انه لا النادي كلمتش بزبط ولو سوطاء كلموني ولو كلاء كلموني ولا حد كلمني طيب لو حد كلمك مستعد قال لي مش مستعده خالص ليه مش مستعد عقده في سنة ونص لسه قال لي عقده في سنة ونص وقال لي انه ما عندناش البديل البديل بزبط البديل القرية محمد أبو جبل ومش حطين في الخطة انه حكون نجيب حارس فمش هنالحق نعم أنا أقول لك على معلومة كمان ان محمد بسام هو طلب بين مش الينكن مضابب الحرفص معلومة انه مش الينكن لو فيه حارس هيجي النادي الألي حيبى محمد بسام محمد أبو جبل محمد بسام فشلت مفاوضات في احتمال ورق جدا انه عاللوطف يتم فتح الكلام مع زد انه عاللوطف يفجع الألي هو عبى لنهاية المساب مقابل حمزة علاء مثلا مقابل حمزة علاء بزبط لان ده حيبقى محتاج بديل بالنسبة للعاللوطف في زد طيب إزا ما يليك بقى أنا أزود حاجة هنا لأو إن الألي مكلم سراميكا هو عايز بسام ست شهور أيبا بزبط آه عارة ومش نهائي مش بيئة مش انتقال نهائي هو كده الألي كل اللي بتحرك فيهم هو مبادلة هم عايزين مصدفة شهور هو عايز ست شهور موقع لحده مش الناوي يرجع سراميكا ما عندوش حارس يلعب بشكل أساسي لحارس التاني هو حارس منتخب الولومبي خلي بالك كمان في سراميكا في سراميكا شايف إنه هو ما عندوش متاح إنه يدعمه في المتبقي من المنافسات هذا الموسم فدي صعوبة خروج بسام وخلي بالك فيه نقطة كمان لو الشناوي بنكتلم في شهر ونص وابك جدا ما باش في حابس مية في المية بس كده لا ومنطقة منطقة طبعا بس أنا عايز أتراحل لك كلك وتعود ناردش مع بعض بصراحة يعني أراكم تفكر فيها مع بعض الزمر يعني أنا مصطفى شوير أنا هو أنا بقولك أنا مصطفى شوير هو قاعد في النادي الأهلي فيه في جيلي لعيبة زي محمد صبح بقى موجود في المنتخب محمود جياد واحد من أكتر لعبي اللي بتمكره في الدول المصر بأسعار كبيرة جدا دول في جيلي وأنا مستمر مع النادي الأهلي وقاعد مع النادي الأهلي ومستني الفرصة مع النادي الأهلي فأنا عدت مع النادي الأهلي ليه عشان لما يجيلي فرصة زي كده هلعب أساسي بالضبط صح كده طب هينا ما يجي له فرصة يلعب أساسي فالأهلي اللي هو هيجيب حارس ما أخلنا طب هيب تبقى بتقوله مصطفى شوير إيه لا ما هو حالعب أساسي بس لازم يكون فيه بديل على نفس المستوى لو انت جبت محمد بس سلام أمحمد أبو جميلة مصطفى شو بيه يا ربا؟ شو يا عادي احتياطي هي عادي احتياطي مش عايف صح كده فهو بس أنا عمار أفكر فيها وطبع الأهلي هيبقى دارس كل هذه بالزبط كل هذه الأمور طيب عمور الزمالك خلاص رفع الكف القيد بس جمالي الزمالك عايزة دليل فالدليل ده يبقى ايه؟ الصفقاء سجل بقى لا سجل ايه؟ ايه الصفقاء؟ الزمالك لما هيجي يسجل هيدفع الأول يدفع ايه تاني؟ اتحاد الكورة اه ده لسه فيه اتحاد الكورة فاكر موضوع ناصر منسي وشبانة وبالحج لما 15 مليون تعليما اه زمالك الدفعة دي اللي في يناير 15 مليون اه اصطوهم اربعة دفعات اه بالزبط فالتحاد الكورة هيقول له سيستم بتاعك اتفتح اللي بقى نتفك اهلما سهلا هترفع لعيبتك لينا 15 مليون بعد اذنك عشان نعمل ابروف سهل عام عمر سهل وسط الدرورات اللي عمها تتدفع كتير جديمان كتير اوي كتير اوي كتير اوي الرقم ده سهل اوي سهل سهل يعني دار الزمالك هتحل الموضوع مع اتحاد الكورة لان هو الرقم لازم يتدفع عشان ودي مديونية زيادة لسه الزمالك هيدفعها طبعا عشان الزمالك السيستم عنده اتفتح ولكن هو لازم ان اتحاد الكورة فالامور سهل هي دي اللي نقصة مين بقى نتكلم على قائمة المرشحين من اللي هيتسجل اللي انت بتاع قائمة مرشحين اللي انت بتاع قائمة منضمين تكلم عمر جبالها هيقول لها قائمة مرشحين بوس تسيدي انا هقول لك اسمها جديدة النهار زيادة كمان اللعب امبي دخل الصورة يا دار الزمالك قبدت اهتمام كبير بزياد يعني زياد من العيبة اللي كانت بعيدة شوية وبقى فيه اتنين اعضاء مجلس دارف زمالك بيكلموه انه هما النادي مهتم بيه جدا انه هو يضمه في الفترة دي ولكن لما الموضوع دهر من خلال الوسطى اللي السيد ايمن الشريعة في امبي قال حكتين قال انا مش هبيع زيادة كمان في هنا انا مش هفكك الفرق انا ببني عن الموجود فانا مش هستسمر فيه دلوقتي هنا زمالك هيبدأ الموضوع بقى الفلوس عشان يحرك موضوع المفاوضات السيد ايمن الشريعة هيبدأ من كامل كريم تلاتين خمسة وعشرين فالرقم هيبقى كبير جدا الزمالك هيرجاء للسيناريو التاني انا عايز دعا موسط الملعب فيه اتنين لعيبة لعيب وقع خلاص اللي هو عبد الرحمن شيكا ولكن ما فيش اي حاجة خلصت سواء مع الانتاج الحربي او مع طلائق الجيش لكن اللاعب وقع في جلسة مع الكابتن حسين السيد بشكل رسمي لنزمالك وكذلك محمد شحاتا اللي هو برضو بيلعب في نص الملعب وفيه كمان لعب ثالث من الطلائع هيجي اولوية عن الانتين دول اللي هو مين؟ يوسري وحيد اللي اتكلمنا عليه في حلقة قبل كبير الزمالك اهتم بيه بشكل كبير جدا في الكاميوم اللي هم المتأخرين فبالتالي هيبقى اولوية للزمالك ان هو يتكلم مع زياد كمان انا هجيب لك بقى بترتيب اولوية نصر ماهر واحد من شحاته اوشيكا واحد من شحاته اوشيكا موضوع المهاجم هيتأجل شوية لان نصر منسكا هيروح البنك خلاص يعني بصورة كبيرة نصر ممكن يستمر مع الزمالك والبنك اتحرك في مهاجم وراح كلم احمد امين اوفا وكلم حسام حسن مهاجم سوح وقفة فيه مفاوضات مكسفة معايا من البنك الاهلي عشان يضموه من امبي واعرضين رقم كويس اه لا معنديش رقم بالزبط انت عارف ان لو عندي الرقم زي ما اتعرضت ليني بقولك على طول بس امبي مسؤولي امبي كلهم حتى لما قلت له ام اهلي وزمالك قالك احنا مش نسيب انا قلت لك ان عنده عرض سويسري من سيفيد لا مش نسيب اي رقم اي فريق في الدول المصري فهم عايزين يصفروه في قرب بص لما هيجي يحسبها يا كريم ويلاقي ان الميزانية محتاجة هيسيب حصلت مع محمود جاد قبل كده وتسايب وعادي مصطفى الشلب اكتر من لاعب اصلي الانديها في حاجة انه يبقى عندها موارد فالموارد من انها تخرج لعيب اصلي طبيعي يبقى عنده ميزانية محتاجة تضفق مالي امي مالوش فلوس قديمة عند الزمالك اه في صفقة مصطفى الشلبية الامور بتتسوق يعني مفهاش مشاكل يعني مفهاش اسمة كبيرة بالعكس الزمالك عليها فلوس كبيرة لبرامد يعني حوالي 14 مليون على ما تذكر يعني وصفقة ضنجة وعمر جابر اه كمان خليناك اكمل لك في الاسماء اه اه هتجيبه ايه بكي مين كتير او ماشي الزمالك راحل للمصري عايز كريم العراقي مكان محمد طارق المصري طلب سيد عبدالله نمار مفيش مشكلة في خروج سيد عبدالله نمار ولكن مش في صفقة كريم العراقي يقومر في صفقة مين يعني يبقى في صفقة اه هو الزمالك شاف انه سيد عبدالله نماري يخرج في صفقة تكون كبيرة اه صفقة منفصلة وممكن يدخل في صفقة تبادلية لو مع بيرامد زي مسلا في مين لو فيه اهتمام بحد وفي الوقت الحالي مفيش فيش اي اهتمام بحد بيرامد لا لا مفيش يعني اترحك عبدالله سعيد عبدالله سعيد كله عن طريق وسطاء قلتلك قبل كده عبدالله مرحب انه هي لعب سنة للزمالك ولكن الكلام كله عن طريق وسطاء ولا عن طريق كابتان حمد سليمان لا عن طريق وسطاء وسطاء مليون في المية وكمان وسطاء بتكلمهم مع كابتان حسين لبيب اه يعني مشارطى يعني اه يعني فالموضوع أنهما بيحاولوا يجيبوا عبدالله من فترة كبيرة ووسطاء دول يتكلمهم مع كابتان حسين لبيب واويتكلمهم مع كابتان احمد سليمان المشرف عكورة لا معادي كابتان حسين السعيد مشرف عكورة كابتان حسين لبيب بصفة رئيسي النادي بيساعد في المواضيع دة بشكل كبير تمام وبيدخل في بعض الحاجات عشان يخل خلينا أجمل لك فكريم العراق الدنيا ما مشيتش لغاية دلوقتي فلما وقفت الزمالك عنده سيناريو تاني شام صلاح اللي هو لعب الاتحاد سكندري الاتحاد سكندري كان حصل كلام قبل كده وكان فيه تفكير ان طب ما يخرج إبراهيم انضاي الاتحاد سكندري يتوفر مرتبه في الزمالك ويقدر الزمالك يجيب مهاجم أجنبي مثلا أو جناح أجنبي ويبقى وفرت رقم اللي هو بياخده إبراهيم انضاي ولكن الاتحاد سكندري مش محتاج مش شايف ان هو محتاج لبراهيم انضاي هيجي بقى هنا ان الجزء اللي أمامه محتاج تدعيم فالزمالك هيروح لفيوتر في ناصر ماهر الزمالك عايز يدخل عمر السيسي في ناصر ماهر عمر السيسي عنده عرض من سراميكا بس خلينا أقولك المفاجأة الناس كلها قالت ان إدارة سراميكا هتدفع 14 مليون جنيه في عمر السيسي اللي أنا عايز أقوله لك ان من خلال مصدر مهم جدا داخل سراميكا ان سراميكا ما عرضش الرقم ده ما عرضش اللي 14 مليون جنيه وان عمر السيسي خيار تاني داخل سراميكا البطر الخيار الاول لسراميكا هو ضم غنام محمد لعب فيوتر فبالتالي عمر السيسي هو خيار ثاني لسراميكا الخيار الاول بالنسبة لسراميكا انه يدعم المركز ده بغنام محمد في حالي تاني هنلف لفه ونرجع هنعليه مع بعض تاني 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 تجمعني بقى اللعيب اللي في الدول طيب احنا ستكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد الصيغ معاه كمان من الكواليس وحاجات مهمة جدا فيما يخص الحكاية ففرنا بس نفتكرها تاني حاجات محمد صلاح خليكم معاه تلكم عبد الفاصل محمد الصيغ عنده كل الكواليس كل الحكاية بتاعت محمد صلاح وأصابته وأصفروا إلى انجلترا ليه العلاج حمد تفضل بقى انت حكي لنا الحكاية من أولها الأخيرة قبل ما احكي لك بس سلاح قبل ما احكي لك سلاح قديم بس حاجة بسيطة جدا في الكوستة محمد الشناوي محمد الشناوي من نسبة كبيرة مستوية مع قصدي مصيره مع نادي الأهلي في المسم ده انت حمد الشناوي أقل مدة هيغبها أربع شهور واللعب تبلغ بكده هيغضع أقل فحوصات طبايا في ألمانيا ولكن المسم ده مع الشناوي في النادي الأهلي صعب يكون موجود فيه نهائية هنبدأ من موسم بس هقولك حاجة أنا ما يليك شويرة وعمل أكيد جايب من الطبيب جاي معلومة طبية اه من أفاهم من أعيب الطبيب بس سألون نتكلم بالتحليل يعني أدام سافر لألمانيا تبقى الموضوع من مطول صعب لو ما كانتش سافر ألمانيا ولجأ هنا مصر كان يعني يبقى فيها وعليها لكن أدام سافر ألمانيا بخاصة فيه قرار واضح بعملية في الموسم ده يبقى صعب جدا فكرة الشناوي نرجع بقى لكسة صلاح صلاح من أول إصابة اللي هو أول مشاعر مشادة في الخلفية طبعا الناس في ليفربول طبعا متابعين محمد صلاح وده حقهم بيتطمنوا عليه حصل تواصل مبين الدكتور محمد أبو العيلة والطبيب في ليفربول أرسل المنتخب الأشعة اللي تم إجراها لمحمد صلاح إلى الطبيب الخاص بتاع ليفربول ولكن هو كان فيه أشعة معينة المفروض يعملها أنا مش متذكر بالزبط لإسم الطب بتاعها مش كانت ما كانتش موجودة في كوتيفوار ما فيش الإمكانيات ما فيش الإمكانيات طبعا خصوصا إن كمان المنتخب كان هيل عبدور 16 في سعين بيدر فبالتالي البلد دي فقيرة في الإمكانيات بشكل أكبر من أجل أقلم العاصمة عبد جيد بالزبط بالزبط فساعتها حصل اتفاق ما بين ليفربول وجهاز الطب المنتخب إن محمد صلاح يرجع ليفربول طب اتحاد الكرة أو المنتخب ما أعلنش ليه إن محمد صلاح يرجع ليفربول الاتفاق كان تم والأمور انتهت تماما لأن فكرة ماتش مصر وكاب فيردي كان المنتخب طبعا مش هننكر إنه كان مرشح إنه يخرج من البطولة وساعتها لو خرجنا ورجعنا ما كانش هتفرق بقى صلاح رجع ليفربول لجع مصر ما كانش هتفرق كلوب أحرج منتخب مصر وأحرج فكرة إنه هو أعلن عن غياب أو عودة محمد صلاح إلى أم أفريقيا إلى ليفربول لاستكمال رحلة علامة والدليل إنه ليفربول كان محترم من الاتفاق مع الاتحاد المصر ليفربول ما نتغزلش بيان بتاعه ولا بعد ماتش كاب فيردي بالزبط ليفربول النادي النادي لكن هو كلوب واللي عمله في المجتمع هو سبب فتر اتحاد الكرة إنه هو يعلن على طول فكرة إن محمد صلاح هيغيب عن ماتش دور الستاش لكن محمد صلاح لو رجع ولو رجع ولو إني أشك في الموضوع ده هيبقى عن نهائي إنه هو يرجع نص النهائي برضو هيبقى صعب خصوصا أنت تشك حتى إنه يوصل النهائي؟ لا يرجع على ماتش النهائي عصد يرجع على النهائي؟ إنه هو يشارك في النهائي هو اللي تقال نص النهائي يرجع على ماتش نص النهائي لكن أنا بقولك برضو أنت عندك شك إنه يلعب نص في النهائي لكن عادي يلعب النهائي من واقع يعني كلام ضار ما بيني وما بين أحد أفراد الجهاز الفني في المنتخب اتقل ان فكرة صلاحي يرجع في مرش نوص النهائي يبقى صعب لو المنتخب صعب ممكن يبقى متواجد في النهائي اللي هو هيكون يوم حداش لكن نوص النهائي صلاح الفكرة عنده هتبقى صعبة جدا انتعلم خطورتها في ايه؟ ان شاء الله بس نوص النهائي نعدي بس الكون انا قد نقول خطورتها سيئة ازمة بدون لازمة كريم يعني ازمة بدون لازمة محمد صلاح لو اعلم في المؤتمر الصحفي اخد بالك كل الناس صلاح لما حضر المؤتمر لو اعلم في المؤتمر الصحفي اه في كاب فردي يا جماعة انا بعتذر انا لازم يسافر عشان ارجع انت كنت شايف انه يعلين؟ انا شايف انه مشدور صلاحي لا لا صحب اولا 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 هو مشدور صلاحي انه يعني ده واحد دي مسؤوليه هو نفسه قال كده حتى في المؤتمر قال ايه ده بعيان مشتاب بين اتحاد المصر وليفربول يعني مشانا انا اللي مفهود اتكلم كان ممكن هو اللي يتكلم وخلص ده واحد اتنين بقى ودي الاهم دي الاهم اصلا كانت نية صلاح ونية اتحاد الكورة واللي موافق عليها ليفربول ان احنا ما نعملش خلل او نعمل دوشة طب هو اتعمل خلل كلب بقى السبب اتعمل خلل لصلاح قبل ما يكون لمنتقى في مصر خلاص ما احنا متفقين هو اتعمل خلل فعلا وحاصل المشكلة بس السبب فيها مين كلب لكن الطبيعي كان صلاح ما يتكلمش في القصة دي لما المطش يخلص طب انت لو ما كان كورا اقول لك حاجة طب اقول لك حاجة ببساطة لو الصلاح او اتحاد الكورة كنت الله اي بيانة واتكلمه في اي حاجة قبله مطش كاب فيردي منتخبنا لا قدر الله كان خسر المطش وانا سيدة هلأتلع قلنا نقول ايه طيب هو ده كان وقت وتتكلم صلاح في الاسامة كنا السنين المطش يخلص وكذا تكلمت على غير واتحاد الكورة وكل الناس وكذا كذا خارج العمره صح بالمناسبة كمعروف ان هو خارج المطش في خلاص يعني هتفرق لانه هيسيبه مواسط لانه هيسيبه مواسط لانه هيسيبه مواسط لانه هيسيبه طب الشناوي الشناوي برضو كابتن للفرق محمد الشناوي لازم نعتارف بأهمية وجوده مع منتخب مصر الراجل حصله وخلع في الكتف لازم يسافر بس او لك حتى عمر يعني خلينا نرد ده كما لك عمر في النقطة دي اول ما الشناوي علق خلاص المبتاع بتاع الكتف الموضوع انتهى اي حد ياخد بالموضوع لكن صلاح شد وخارج انت لو ما كانت كلوب يا كريم متألت السؤال اللي هو تسأل في المؤتمر الصحفي هترد بكل امان لا في تنسيك ما بين الفردبول وما بين التعادل كورا مش محتاج ان اعلن العمل الخلل في اللي احنا فيه ده كله كلوب بطول يعني الاسف يعني هو حطنا كلنا في وش عشان احنا مش في الماغل ورد صلاح ورد صلاح جامل جدا انا شايف ان صلاح لو كان خرج بحاجة ببيان توضيحي هو ليه مسافر وعشان ايه للناس كان افضل للجمهور ان الكلام في الاول في الاخر رايح جاي اصلي محمد صلاح في الاول في الاول في الاخر بعيدا ان هو نجمع علامة كلنا بنفتخر بيه هو ابنك فلما هو اللي هيجي يقولك انا عندي كذا وكذا وكذا وانا محتاجة سافر عشان ابقى موجود بعد كده انت تتقبلها منه بدل ما تجيلك بالشكل ده حالي معلول تمام يعني معلول بنتعلم ان هو مصري وبنزعل عليه وبنداع عليها عشان هو بقاله فترة عايش معنا وماشاء الله متقلق ورائع جدا يعني معلول لعب اول مبارات مع المنتخبين وقال كده غيب عن اول تاني مباراتين ايه الوضع بالنسبة عليه معلول المعلومة اللي عندي هو خلاص احتمال يعني بيتم تجهيز خلاص الاجباط عشان يلحق بالمعسكة في الامارات وكان فيه كلام كان هو ممكن اليومين دول يريحهم يعني يفجع تونس ويفجع على مصف على قول بعد ما الاهل يفجع للخاص الاهل خاص قدامه كام يوم ويفجع من المعسكر المعلومة اللي عندي ان علي بيدرس جدية اعتزال دولية بعد خروج المنتخب التونسي اعتزال دولي اوح دي معلومة وهو كان فيه كلام كده بشكل ودي مع بعض لعبت الاهل ان هو ممكن تبقى البطولة دي اخذ بطولة ليه طبعا خروج المنتخب التونس ممكن يعجل طبعا بالقريب بالنسبة له الاعتزال الدولي واحد من اهم الركاز الاساسية يعني باسم با لوح عالي عشر سنين على قليل مع المنتخب التونسي هو الزيل ايصر الاساسية لكن باسم لا ما اعلنش ولا لسه لكن بقولك الكلام اللي طالع دولي ان فيه كلام ان المعلوم بيدرس جدية اعتزال دولي هاي كم السفقات انا بس اعتزال صحب على العيد بس فيه كلام ولا لا على صلاح معصم عشان معلومة اللي عندي ان فيه كلام او فيه محاولات لسه من بعض رسطاء ناد الزمالك خلص نفسك بنفسك مع ناد الاهل هو نافع لما سؤوليته مفيش الكلام من حيث المبدأ من حيث المبدأ مفيش لو حد من الاهل يبقى عبدالقادر عبدالقادر يعني الاهل لوفسق عقدم مع صلاح محصن ازا ما اكدوش اتحرك حتى لو محتاج مهاجم لا بعيد خالص كريم بعيد خالص جدا صلاح محصن بعيد بشكل كبير عن حسابات ناد زمالك مفيش اهتمام طب سألك سؤال بس باختصار تقول لي يعني مش عايز يخش فيها تفاصيل هل أسباب فنية أنا هو مش عايز يسلح محسن فنياً أصلاً ولا بسبب الدوشة اللي حاصلت حوالي الفتح الأخير؟ وكده كده زمالك مش نقص دوشة فبالتالي الموضوع مش فني الموضوع بعيداً أصلاح فنياً عنده كتير في الكرة كان في أمبي بيقدم مستوى كويس بعد تجربة أمبي بص صلاح من لعيبة أصلاً حضرت موقف طريف كده يا كريم في القصة دي يعني كابتن إيهاب جلال كان مدرب لإمبي وقتها صلاح محسن لما خرج وقال لأنا جلل فربول فريل أول من فريل تاني لو تفتكر الموقف ده كابتن إيهاب شاف أن صلاح محتاج يشتغل على نفسه فقال له أنا هجيب لك مدرس إنجليزي يقعد معك قبل التمرين بعد التمرين تشتغل على نفسك عشان تحترف فهو قال له أنا يعني أنا هقعد في مصر مجيب ليش مدرس إنجليز مجيبش مدرس إنجليز بيوفر بيوفر لكاتفر بغاية فصلاح بعيدنا عن الكور يعني خلينا أقول لك إن هو كان محتاج يشتغل أكتر عن نفسه هو قدي مستقى فاني كويس جداً معين بي ولكن هو بعيد عن الزمان طيب هنكمل مع بعض مش هسألك بقى على الصفقات هسألك هالمدرب عشان دي حاجة برضو مهمة جداً طيب هكمل لك الصفقات يبقى أقول له وسلم مدرب عشان للوقت يروح مني طيب هسأ بكمين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني يوم نوارني الزمانية عامر جباله وعمر جباله وعامر جباله وقفنا عنده عند مدرب الزمالك الجديد هو عنده لسه صفقات كتيرة بس ناخد الأول المدربة خلال 72 ساعة الصفقات هو مدرب هوفكنز أو هوفنز أو زي ما الناس تحبت إلى 72 ساعة مدرب الزمالك الجديد هجيبك هجيبك بعد 2-70 ساعة مع بعض هنروح من بعض فيه من دلوقتي عدت 2-70 ساعة وإحنا مع بعض الموضوع تعجل شوية والزمالك كان عايز يعلن بعد مغسكر الإمارات يعني مفترض نهاية الأسبوع اللي جاي ولكن أحداث أول مباراتين في معسكر الإمارات اللي هي دورة أبو ظبيق قبل ما الفريق هينتقل خلاص لدورة دبي أنه هيلعب الرجاء المغربي الزمالك بدأ يتحرك بشكل أسرع فبالتالي فيه إمكانية لإنهاء الملف كله على بعضه خلال 72 ساعة وعلى الرغم من كده الإدارة شايفة أن الإعلان الرسمي مش هيفيد بحاجة لو المدرب مش هيكون موجود مع الفريق في دورة دبي فالإدارة بتحاول دلوقتي أنها تنهي الملف وتعلنه لأن الجمهور كمان الجمهور بدأ إيه على مستقبل الفريق ظهور الزمالك بهذا المستوى في أول مباراتين كابتن معتمك جمال مش هيبقى موجود مع المدرب الأجنبي فبالتالي مفيش حرك لأن الراجل طلب أنه لو فيه مدرب أجنبي هو ما يبقاش موجود وأنا عايز أقول لك أنه كل أعضاء الجهاز الفني هيتغيروا مع المدرب الجديد باستثناء عنده فرص يعني أنه يكمل كابتن عبواحد السايد يعني كبتن عموسف ماشي يعني كابتن عموسف مش موجود مش موجود كابتن أحمد مجدي ما بين أو لأ يعني فرصه 50-50 ولكن اللي حصوصه أكبر في الاستمرار هو كابتن عبواحد السايد مدير الكرة ولكن باقي عضاء الجهاز الفني يعني كابتن أحمد مجدي نقدر أنه ينثبته 50% أنه يكمل خاصة أن الزمالك بيحاول يعده ككادر مستقبل في الجهاز الفني ولكن بالنسبة كبيرة الوحيد اللي مكمل من الجهاز الفني الحالي هو كابتن عبدالواحد السيد باقي أعضاء الجهاز الفني خلاص هيتغيره مع المدرب الجديد هوفنز هو الاختيار رقم واحد ولكن هناك كبدائل ظهرت في الساعات الماضية بأكتر من اسم ممكن السيارة بالذاتية بتاعتهم فيها أفضلية شوية فالزمالك هيحسم الموضوع بشكل نهائي قبل ما يعلن ولكن يعني ألأ الجمهور عجل الموضوع شوية يقول أكلوب يا جماعة بيلم وراء صلاح بيلم اللي عملوا في صلاح عفوا بيلم اللي عملوا في محمد صلاح بصي بقى أكلوب قال إيه في تصراحات إعلامية مهمة جدا قالك إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولاءه هو قويا لمنتخب مصر يعني اللي بيسأل محمد صلاح عنده ولاء لمنتخب مصر ولاء يسأل نفسه أنت عندك أنت ولاء لمنتخب مصر ولاء قال لك عشان صلاح هو أكثر لاعب مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي أكثر لاعب مصري عنده ولاء وانتماء قابلته في حياتي يعني الراجل ده بقى يوجد كلهب ده مثلا لما يقولك كلمتين دول بيقولهم ليه إنه مثلا يقول لي صراحي ما تطنش المنتخب بقى المطش دوت وخليك مكمل معنا عشان احنا عندنا مطش مهم جدا قدام كرسة البلس ولا حاجة فتلاقيه مثلا إيه صراحي يقول له لا أنا بتخيل لك الصورة يعني منتخب مصري لا فوقع عشان يقولك كلمتين دول فأكيد حاول مرة مع محمد صراح يعني ياخد ويدي بقى يقول له خليك ويسيب المنتخب وخليك ملكز معنا فصراح كان دايما بيقول له لا قدالة دايما بقول لكم خلال الأيام اللي فاتت نصلاح تحديدا منتخب مصري بالنسبة له مش خط أحمر خط بكل الألوان يعني طيب ايه تاني في المنتخب احنا كده تمام ولا ايه تشكيل اللي حطنا تشكيل للمطش الجاي ولا لا نحط التشكيل ارجوك مش يالله بينا ابو جبل ايوة حجازي وعبد المنة مخلا نرتفع ان فيتوريا عنده ثقة فيهم حتى لو حجازي مستوى أقل شوية بس هو عنده ثقة فيه خلاص وانا كمان ما فيش حجازة كمان بالزبط فتوح يمكن كان عليه ملاحظات كتيرة جدا فيه التغطية العكسية فيه مات شغانة اللي فات مش جاهز فتوح مش جاهز ماء في الماء خالص ولا بدنيا ولا فنيا قمته كبيرة بس لسه مش جاهز وهو بعيد بشكل كبير عن مورات الفترة الأخيرة وده اللي نقله فيتوريا لي وعلى طول بدل محمد حمدي ونزل مكانه لو بناتكلمنا في الباك اليمين هنكون محمد هاني لان زي ما انت قلت كريم الحتة اللي قدام هيبقى فيها زحمة في الهجوم فمش هيبقى محتاج امكانيات عمر كمال ان هو يعمل الزيادة الهجومية بالشكل الكامل هيبقى محتاج لعيب يسد المساحات اللي وراء ويلم وراء الجناح لانه مش هيبقى فكرة رجوع مصطفى فتحي من زي طبعا محمد صلاح والكلام ده كله لو جيناتكلمنا عن خط النوص مرة انا اعطيها لابا دي العلي لعيب رقم 6 ممتاز شوفناه الماتش اللي فات عمل اداء كويس جدا وقلنا زيزو وهيكون جنبه حمدي فتحي والتلاتة اللي قدام برضه هيحفظ على مرموش ومصطفى ومصطفى فتحي حلوة شكيلة حلوة فتوح يبدأ انا حاجة فتوح حب في فتوح ولا حبا لا لا فتوح يفرق حتى بربع جهازيته عن اي باك شمال بالنسبالي في الدور المصري يعني طيب فتوح بصواق في حالته يا عمر مش دلوقت بصواق في حالته او مش حالته بصوا فتوح ببعد شهور وبيرجع يكسر الدنيا انا شايف ان الخامة دي مش موجودة كتير اصلا فتوح يفرق في الحلول الهجومية بشكل كبير انت مش بحتاج فقط ان ان انت تتنظم دفعات بس ممكن يكون وضع الشوت التاني بقى بس هقول لك بقى حاجة مهمة جدا على فكرة بتفهم معاك جدا من حيس المبدأ في فتوح انه كقوالة لاعب في المكان دوت هما في الشباب هما في الصراح ساعدنا كامعة الجاهزية عالجاهزية ده واحد اتنين بقى ودي النقطة مهمة جدا اللي فرج على ما شكونا والديمقراطية اللي اتنين الاولين بسيبك من ماتش تنزلي بالنهار ده كان حاسب وهم امرون بس عندهم كمية سرعات مرعبة وتحديدة في الناحية اليومنا بتاعتهم الناحية اليسرى بتاعتنا انت ركزت مع محمد حمدي دفاعيا لا محمد حمدي اتفرجت على لقطات واحد لا 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 دفاع بس له هون مشكلة مش النوم في البطولة لا 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 انا مليش يدعب مستوى مع عبارة لا لا ما دي حتة فنية بقى هنقد نلغي فيها كتير بس يلاقصوا ان محمد حمدي بيدافع في ناحية الشمال مفيش عنده لما معونة من نص المرأة بقولها من الجناح هو قدام وورا في نفس الوقت هو رايح جايد فاعتقد اطف صور هو جهز كمان اطف صور ان محمد حمدي عشان ناحية الدفاعية اقوى وانه هيثبته اكتر يعني طيب وسامة ابو علي اللي انت بعطت القولة عليه ايه انت بعطت جاهدة جدا اه وعيزولك هو حيبدأ المطش الودي اللي جاي اللي هو قدام حتى يوم الجمعة ان شاء الله جاهز بشكل كبير جدا ونلقي شادة الجهاز الفني بعد المطش الاولاني الاهل اللاعبه في مواسق والاماباط وحيكون احدا عناصف هيتم اعتمد عليها بشكل اساسي طيب ده اكيد اه طيب عايز اسألكم تول اتنين سؤال مهم جدا عبا منوح لك لباقي السفقات هل الاهل والزمالك وصينا على لعيبة كاس الوام الأفريقية انا انا شايف ان فيه منتخبات مش كبيرة فممكن يبعضها عناصر سهلة وعلى قد ايدينا اسكاوتين جتيم الزمالك شغال شغال يعني دوود وعلاق الاثنين شغالين بشكل كبير على الموضوع ده ولكن وفقا للبادجت المتاح خدبالك ان الزمالك هيقسم الموضوع على مرحلتين يعني فيه انت لو كنت سبتيني وابتلك في الصفقات يعني فيه ناس مشتديجة في يناير اتقال لها مثلا زي محمد عاطف اللي وجنحة انت ممكن ناخر الموسيق فيه كذا اسم ممكن ناخر الموسيق يعني فيه حاجات تأجلت فمن دلوقتي الزمالك بدأ يشوف اللاعب اللي في كاسرهم من خلال التيم اللي عنده ممكن الناس يبقى يتحرك على اسم واحد دلوقتي لو الامور سهلة عندك اسماء ايه؟ عندك اسماء لا لحد دلوقتي هم محددوش اسماء بس لو هيتحرك هيتحرك على اسم واحد لو فيه حد تاني يبقى في نهاية الموسم بحيث انه ممكن يبقى فيه اصلا عمور تشرفت ونوارت انا بشكرلك شكرا جزيلا شكرا كريم عمور نوارت الدنيا ربنا خليك كريم شكرا جزيلا ختم حليتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكون استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على افكار